الى حضر موضح حيث اطلع محافظة المحافظة لوارو كنفرج سالمين البحسني بالمكلة من اللجان المشكلة من ساحل ووادي المحافظة الى جملة من الاجراءات والمعالجات العاجلة المحلية والاجراءات المركزية لرفعها الى الحكومة لتقديم يد العون والتخفيف عن المواطنين جراء الضائق التي يعيشوها واستعرض وكلاء المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير والشؤون المالية والادارية الدكتور احمد بصريح وشؤون الفني المهندس امين بارزيق جملة من المقترحات لمعالجة الوضع المالي بالمحافظة ومناقشة الاجراءات المتعلقة بالسلطة المحلية لتنفيذها ووضع حد لتدهور العملة المستمر واكد المحافظة البحسنية ان نتائج اللجان المشتركة من ساحل ووادي حضر موت ستسهم في التخفيف عن الناس وتقديم لهم يد العون والمساعدة في ظل هذه الظروف الصعبة منوها باهمية المقترحات التي تم مناقشتها وابدى المحافظة استعداد السلطة المحلية للتدخل في جوانب ضبط محال الصرافة والمخالفة والسعي لتوفير بعض المواد الاساسية باسعار مستقرة لتأمين الاستقرار للمواطنين والتخفيف عنهم في الضائقة التي يمرون بها